اشتركوا في القناة من مضاشر جامعات الحوز ذواحي مدينة ستات اخير جاحيما حقيقيا ووضعا مرعبا جراء انهيار قناطر واجزاء من طريق قروية لم يمر على تشهيدها سوى اقل من ستة اشهر من لدون شركة نائلة لصفقة تابعة لجهة الضربيضة ستات وعبر السكان المتضررون عن تدمرهم ومعاناتهم مثل السيحالة خروجهم من مضاشرهم لقضاء مآربهم ودخولهم في عزلة مرعبة بسبب انهيار قنطر شيدت على مستوى دوار الدرغم بجماعة الحوز فقط من التراب حسب تصريحتهم لواساء الاعلام وذلك مباسرة بعد تساقط الامطار الاخيرة وحسب مصادر محلية فقد عاشت لمنطقة حادث من الزعر والخوف صنفرت مصالح وزارة الداخلية مراقبها حيث حلت لجنة مختلطة تابعة لجهة الضربيضاء صاحبة الصفقة وتم عقد شماعات ماراتونية اصفرت على اجبار شركة المعنية على اصلاح القنطر المنهرة وتتخوف الوصر المتضررة من عدم التزام شركة صاحبة الاختلالات التي طالت الطريق للمرة الثانية بالمعايير التقنية لتشييد القناطر التي تمر عبرها المسالك الطرقية القروية خاصة وان هذه الطريقة تعتبر المنفذ الوحيد لهذه المداشر نحو الطريق الوطنية وانحو مدارس المستشفية والاسواق كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء اشتركوا في القناة